راديو دابنغا أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دابنغا العزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 18 يوليو عام 2024 برنامجنا بيجتمل على عدد من الفقرات المتنوعة بينها رشرة الأخبار ولكن في البداية إليكم أهم العناوين قصف متفعي وارتفاع للأسعار في الفاشر وإصابة شخصين في المناقل في هجوم بالمسيرات مسؤول أممي يصف الأوضاع الإنسانية في جبل مرة بالكارسية وإعتقالات وتطورات خطيرة في شرق السودان الدعم السريء يتهم الجيش بقصف نصفات الجيل مجدداً ومقتل وإصابة ثلاثة أشخاص في الفاو في طلاق دار من جندي المضايقات الأمنية تجبر مرضى مدينة المجلد للذهاب إلى الضيين بدلاً من النهود وإصابة طفل في هجوم مسلح على مركز للشرطة الأثيوبية بالقرب من معسكر لاجيين سودانيين بأثيوبيا والآن إلى تفاصيل النشرة قصفت قوات الدعم السريء صباح الأربعاء مناطق بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وقال مواطن من الفاشر لراديو دابانجا إن قوات الدعم السريء كسفت قصفها العشوائي للمناطق الجنوبية بالمدينة منذ صباح الباكر حتى الظهر فيما قصفت القوات المسلحة بالمدفعية لاتجاه الشمال الشرقي الذي تتمركز فيه قوات الدعم السريء وتشهد مدينة الفاشر ارتفاع في أسعار المواتن الغذائية وندرة في بعض السلع الغذائية وأزمة في السيولة وأضاف مواطن لراديو دابانجا في هذا الخصوص بعض الدائنات يتم من المثل الدعم السريء أمس كان فيه مجموعة الدائنات في حي طيبة تغريبا أدى إلى مفاة امرأة وجرحين في الاثنين وفي دائنات التالي وقعت في مناطق آهرة أخرى ولكن قد تكون سبب الجراح ما فيش موت اليوم برضو كان فيه عدد من الدائنات أصيب شخصا على الأقل بجروح في هجوم بالمسيرات فجر الأربعاء على مدينة المناقل وقال مواطن لراديو دابانجا إن المسيرات استهدفت مقار جهاز الأمن ومبنى الجامعة ومصطعا للبسكويت وآخر للتلج ولكن المضادات الأرضية تصدت لها نفت القيادة العامة للقوات المسلحة خبرا متداول بشأن رفض القوات المسلحة رسوء حاملة طائرات إيرانية بالبحر الأحمر وفي الأسناء اتهمت قوات الدعم السري الجيش بقصف مصفات الجيلي مجددا يوم الأربعاء وتدمير ما تبقى منه ونشرت قوات الدعم السري في حسابه على منصة X مقطع فيديو يصحر تصاعد كتل اللهب في المستودعات والماكينات بالمصفاء وقالت إن الحريق اقترب من الخطوط الناقلة لبيترول جنوب السودان وأضاف متحدث للدعم السري في هذا الخصوص قص ما تبقى من مصفى الجيلي وحرقه تماما هذا المصفى الذي تعود من الجزء للشعب السوداني ونحن هنا في مصفى الجيلي على طرور هذه الجنوبة هذه المكينات مدمرة تماما والحريق بدأ يزيد وكذلك الحريق اقترب من خطوط الناقل للنفط جنوب السودان شنت مجموعة مسلحة فجر الأربعاء هجوما على مقر الشرطة المجاور لمعسكر كومر للاجين السودانين في قليمة الأمهرة بأسيوبيا وقال المحامي اللاجي محي الدين محمد آدم لراجو دابنقا إن تسع من الشرطة قتلوا وأصيب آخرين خلال الهجوم فيما أصيب طفل لاجي بطلقة غائش وأشار إلى وصول الجيش الفيدرالي بعد ساعات من الهجوم وجمع الجسس ونقل المصابين وتواصل تبادل إطلاق النار بين المجموعة المسلحة والجيش بالقرب من معسكر اللاجيين وسط حالة من الرعب والذعر وأضاف المحامي محي الدين لراجو دابنقا صباحات اليوم اللي هو 17 سبعة حصل الاعتداء من قبل قوات مسلحة جل معسكر وحجموا الموغي مثل الفيدرالبوليس المنطب أن تحرس اللاجيين كده يعني فتم إطلاق الضرب النار بشكل كثير جدا وتبادلوا للنيران على إسراء إنه تم قتل تسع من رجال الشرطة الفيدرالبوليس وجره أربعة منهم وأسر البقية طفل يصوي في يده اليمين من اللاجيين واصل السلطات في مدينة الدمازين احتجاز عضو نقابة الصحفيين السودانيين صديق دلاي للشهر الثالث على رغم من إصدار النيابة في مدينة الدمازين قرارا بإطلاق صراهه بضمان عادية وأعرب الصحفي مرتضى أحمد عن قلقه على الوضع الصحي للمعتقل وشدد على ضرورة كشف ملابسات اعتقاله وأكد أحمد لراديو دبانغا أن عائلة زميله تواجه ظروفا اقتصاديا صعبة وأنه هو المعيل الوحيد لهم وطالب بالإفراج عنه دون أي شرط وأضاف في هذا الخصوص الزميل لله حتى الآن لم يغادر الزنازين الاستخبارات العسكرية في مدينة الدمازين ويعني هو محتجز بشكل تعسف الليل عنده 65 يوم معتجز بشكل تعسفي بشكل غهري ونحن نشعر بخطر كبير جدا على صحة من جانبه قال نقيب الصحفيين السودانين عبد المنعم أبو إدريس في مقابلته مع راجو دبانغا إن اعتقال عضو النقابة دون حجة قانونية بما يعيد انتهاكا لحقوقه في الحرية وخرقا للقوانين الدولية والمحلية وأشار نقيب الصحفيين إلى الغلق المتزايد بشأن الحالة الصحية لدلاي حيث لا يعرف بالضبط ما يحدث له داخل المعتقلات ولا كيفية معاملته وتم احتجاز صديق بسبب مقال كتبه على صفحة بالفيسبوك يتناول فيه ملابسات اقتيال أحد قريباءه الناشط بحزب المؤتمر السوداني صلاح الدين الطيب بمعتقلات الجيش وأضاف نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس في هذا الخصوص هناك غلق حقيقي حول صحة الأستاذ صديق لأن لا أحد يعرف تحديدا ما الذي يحدث له داخل المعتقلات ولا أحد يعرف كيف يتم معاملته ورغم المناشدات ورغم أنه جهات كثيرة حاولت التوصف والحديث مع الجهات المسؤولة في أنه يتم طريق إطلاق صراحه أطلق جندي يدبع للحركات المسلحة النار بصورة عشوائية على مدنيين يوم الثلاثة بمحلية الفاو بولاية القضارف مع تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة امرأة بجروه خطيرة وبس الرعب والخوف في نفوس المواطنين منذ الصباح وأشار مواطنون في حديث لراديو دابنغا تمكن الشرطة العسكرية بعد ساعات من القبض عليه وتوقيفه بجسم شرطة الفاو قتل ثلاثة أشخاص في هجوم للدعم السريع عصر الثلاثة على قرية العتامنة ريفي طاود بالجزيرة وأفادت مصادر متطابقة إن الأشخاص الثلاثة قتلوا خلال اشتباك مع القوى المهاجمة فيما أصيب آخرون بجروع متفرقة أعلنت حركة تحرير شرق السودان تعرض من قرها في حياة الختمية الجديدة بكسلة لهجوم من قبل أفراد مسلحين يوم الثلاثة كما قالت الحركة في بيان إن مسؤول مكتبها في ود الحلو جرى اعتقاله بواسطة جهات لم تسميها من جانبه حذر الناشط المدني همرور حسين في حديث لراديو دابنغا من مخاطر الصراعات الإسنية من جهة أخرى توفي اثنان من الأطفال النازحين في نهر القاش بكسلة باتجاه الكبرى القديم مساء الاثنين وأضاف الناشط همرور حسين في هذا الخصوص تظهر بعض التفلتات وتظهر بعض المشاحنات بين مكينات المجتمعات المجتمعات الموجودة هنا ويتهم البعض منه بعض الأطراف إنه هي غاموا بالهجوم على ما أنا بيتمنى إنه الشعب الكسلاوي بكل ألوانه وبكل أطيافه إنه بيتصدوا لهذه المسائل اللي بيمكن تخلغ لنا بلبلة مجتمعية فوجي أمواطن شرق السودان بإعلان النازر سيد محمد الأمين تيريك نازر عموم جبائل الهدندة وفي تسجيل فيديو بلغة البداويد اعتزاله العمل السياسي وقيادة البيجا وتفروقه للعمل الأهلي وازع ناشطون قرار النازر تيريك بسبب خلافه مع والي البحر الأحمر وشيب ضرار ومنعه الوالي من زيارة المحليات الغربية للولاية الأمر الذي أدى لإعتراض عدد من مواطني المناطق وقال الباحث أبو فاطمة أونور لراديو دابنغا إن استقالة النازر تيريك من السياسة تعتبر ضمنيا استقالة من مجلس نظارات البيجا وأضاف في هذا الخصوص زي أشيع أنه سوف يمنع زيارة الوالي لما يسمى المحليات الغربية هي عموما محسوبة للهدندة وهي محلية تينكات ومحلية هيا ومحلية دوروديب وطوالت هذا العلاق الغير رسمي أو الخبر تمت تسريبه فتمت معارضه بالهدندة وأصحاب المحليات دين طالبت تحالف الاقتصاد لقوى الثورة الأمم المتحدة ومنظمات إعلان المجاعة في السودان واعتبر أن الأحوال الإنسانية تجاوزت كافة المعايير اللازمة لإعلانه وأشار إلى فشل الموسم الزراعي وعطراج المساحات المخصصة للصادر الذي كان يساهم في توفير العملة الصعبة مشيرا إلى انخفاض قيمة الجنه السوداني بنسبة 277% من جهته حذر الطيب أحمد مدير بنك البركة في نيالة في مقابلة مع راجد بنكة من حدوث انهيار اقتصاد كامل في البلاد حال استمرار التدهور بهذه الوتيرة وأرجى أزمة السيولة لاحتفاظ موظم المواطنين بأموالهم في حساباتهم البنكية وتعاملهم بالتطبيقات البنكية خوفا من تعرض الكاش لأي مخاطر كما أرجى ارتفاع سعير الصرف للضعف الصادر والعايد من حصيلة الصادر بالعملة الصعبة وذلك نتيجة لظروف الحرب وصف نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توبي هارورت الوضع الإنساني في غولو بجبل مرة بأنه كارثي وقال في تصريحات صحفية خلال زيارة غولو إنهم يرغبون في زيارة مناطق النازحين ومراكز اليوا في غولو ودب نائرة وروك الرو بجبل مرة لتقييم الوضع الإنساني وأعلن التزام الأمم المتحدة بزيادة كمية المساعدات الإنسانية إلى النازحين بجبل مرة وكل المناطق المتضررة وقال إن الحرب العبثية كان لها تأثيرات سلبية على كل السكان والمجتمعات في دارفور داعيا لبزي الجهود لرفع الاستقابة الإنسانية وأضاف توبي هارورت في هذا الخصوص نريد نشوف الهدور وتواجد النازحين أولا هنا في غولو نريد نشوف المراكز الإيواء وبرضو إن شاء الله بكرة نمشي إلى دابا نيرا معسكر دابا نيرا وبعدين نمشي إلى وكارو لنعم تقييم للوضع الإنساني من جانبه وصف مدير الوكالة الدولية للإغاثة والأعمال الإنسانية بولاة وسط دارفور خالد إسماعيل الوضع الإنساني بالولاية بالمزري وقال إنه يتطلب التدخل العاجل لإنقاذ المواطنين الذين باتوا يعكلون المنباس وقشور الزراء الكنفود وأشار خالد في حديث لراديو دابانغا أن الوكال عبلغت الوفد الأممي برأسة توبي هارورد بأن الباب سيكون مفتوحا لإدخال الإغاثة وستعمل الوكال على تسهيل دخول المنظمات عبر الإجراءات المبسطة دون إذن أو قيود أو شروط وأبان خالد إسماعيل أن الوفد الأممي وعد بأن ورنامج الغذاء العالمي سيعمل على توفير المساعدات في الوقت القريب وأضاف في هذا الخصوص الحوجة كبيرة وماسة بتستوجب التدخل من المنظمات العالمية والوطنية وبرضو فتحنا لهم الباب واسع للدخول إلى ولاية وسط دارفور وإن شاء الله سنسهل لهم عبر الإجراءات المبسطة من الوكالة السودانية للإغاثة والعافيات الإنسانية دون إذن، دون قيود، دون شروط تعاني أكثر من 800 أسرى نازحة بمدينة المجلد بولاة غرب كرودفان أوضاء إنسانية حارية بسبب النقص الحاد في الغذاء وتدني الخدمات الصحية وقال النازح على مدين بكار لراجو دابنقا إن مدينة المجلد تستضيف أكثر من 800 أسرى نازحة أغلب من مدن باب نوسا والفولة والميرم بالولاية وذلك عاقب اندراع الخرب في أبريل العام الماضي وأشار إلى أن النازحين من مدينة الميرم عاقب المعارك الأخيرة بين الجيش والدعم السري بدأوا العودة إلى الميرم مشيرا إلى استقرار الأوضاع هناك وقال إن ارتفاع سعار السلع الأساسية في أسواق المدينة وتوقف المرتبات فاقم من معاناة إنسان المدينة وأضاف في هذا الخصوص الناز بتناشد إنه دخول المنظمات لا بد منه يعني زي ما قال نناشد إنه نحن المنظمات تتدخل يعني لأن المعارضة موجودة وحول الأوضاع الأمنية كشف النازح على مدين بكار عن مقتل امرأة في مزرعة في غارة جوية استهدفت مواقع جنوب وغربي مدينة الفولة يوم السبت الماضي وأوضح بكار إنه سلاح الطيران الجوي حلق خلال اليومين المواطنين في عدد من المناطق من أسار مخاوف المواطنين ونبه إلى وجود مضايقات من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة النهود تجاه المواطنين القادمين من مناطق سيطرة الدعم السري وذلك لاشتباه في أنهم ينتمون لعناصر الدعم السري وأضاف في هذا الخصوص يواجه مواطن مدينة الموجلة عوضاء صحية حرية بسبب ضغف الخدمات الصحية في مستشفى المدينة وقال على مدين بكار إنه المرضى يسهبون إلى مدينة الضيان بولاد شرق دارفور لتلقي العلاج بدلا من الذهاب إلى مستشفى النهود وذلك بسبب المضايقات التي اتعرضت لها الأشخاص القادمون من مناطق سيطرة الدعم السري إلى النهود مبينا إن الخطوة ضعفت من معاناة المرضى والمرافقين لهم وأضاف في هذا الخصوص النهود في ناس يتحولوا النهود لكن بكل أمان النهود المشكلة في إنه كنت جاي من المجلات جاي من المناطق دي مجرد ما وصلتها استخبارات بتاع عطوات الشعب المصلاة بتفكر فينا كتا جزوا من المسلا جاي جاوسوس جاي غير يعني لو ماش حتى نحن نعمروا اتبارنا في البنوغة باعتبارين ما نفسه فينا بكتا رسال النهود يعني لأي سماو الخبر الأخير في النشرة تستخدم مادة سيانية الضارة في استخلاص الدهب من مخلفات التعدين الأهلي مستمعيننا لأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار القدمناها لكم من راديو دابنقا الى لقاء جديد دمتم بخير وعافية